السلام عليكم ورحمة الله رح نكمل وياكم رياضيات للصف الأول منتوسط عدي تأكد من فهمك حل المعاندلات التالية في ايكيو صفحة 93 الملهج الجديد حلينا الأولى والثانية وإن شاء الله اليوم رح نحل الثالثة والرابعة يعني رح أسوي كل تمرينين في فيديو حتى ما يصير الفيديو طويل وتملوه عدي خمسة واي زائر ثلاثة يساوي النواي ناقص 16 أقول خمسة واي يعني أخذ النظير الجمعي للواي قلت لكم إذا ثلاثة متغيرات رح نأخذ نظير منها من هاي الجهة وبعديا نظير الطرف الثاني فأقول خمسة واي هي واي خمسة واي زائد ثلاثة ناقص واي يساوي النواي ناقص 16 ناقص واي هسا يا هي هذي ويا هذي تروح اش بقت بقت خمسة واي ناقص واي أربعة واي زائد ثلاثة يساوي النواي سالب 16 أخذ النظير الجمعي للإلمان للموجة بثلاثة أقول أربعة واي زائد ثلاثة ناقص ثلاثة يساوي النواي سالب 16 ناقص ثلاثة أقول هذي ويا هذي راحة تبقى أربعة واي يساوي النواي إشارات مشابهة نزل إشارة ونجمع يام ما قسم على أربعة أو أقول نقلبه نقول واحد على أربعة واي أربعة واي واحد على أربعة أربعة واي أربعة واي يساوي النواي واحد على أربعة سالب 19 زي هذي ويا هذي هاي الأربعة ويا الأربعة راحة بقت عدي واي يساوي النواي هذي إشارات تنقول سالب 19 واحد في أربعة أربعة خلصت المسألة هاي واي يساوي النواي سالب 19 على أربعة هاي ثالثة هسا نروح على رابعا نكتب السؤال السؤال يقول لي جذر الواحد وثمانين ناقص اكس يساوينا 27 زائد 2 اكس يالله عيني خلينا انحلها اول مرة جذر الواحد وثمانين هي 9 ناقص اكس يساوينا 27 زائد 2 اكس زائد 2 اكس هس احنا قلنا اذا عنده متغيرات 2 راح ناخذ النظير الجمعي للاثنين اكس يصير سالب 2 اكس يعني اقول 9 ناقص اكس ناقص 2 اكس يساوينا 27 زائد 2 اكس ناقص 2 اكس هسا عدي التسعة تنزل لا لا يا تسعة تنزل هذه التسعة ويا التسعة تروح هذه تبقى ناقص 3 اكس اقول ناقص 3 اكس يساوينا 27 ناقص 9 بها 18 نقول سالب من قلبه 1 على 3 هنا نقول سالب 3 اكس يساوينا نقول سالب 1 على 3 وهنا ناقص 3 وهنا نقول 18 هسا ناخذ النظير يا نظير نختصر هاي بها وحدة هاي بها سالب 1 وهاي بها وحدة هاي بها 6 اذا نجد طلعنا طلعنا سالب 1 على 3 نقول اكس نقول سالب ويسالب راحة بقى تعدي اكس يساوينا سالب 6 اكس يساوينا سالب 6